المقارنة ما بينها وما بين سلفتها وهي اللي قايمة بأعمال البيت كله وسلفتها متجوزة من 3 سنين ومش بتتعامل بالمعاملة دي والحمة ظلمها والزوج مش عارف يعمل ايه ومش عايز ينقلها ببيتين من خلال البرنامج هذا المبارك أهمسه في آذان الحموات الحموات دايما كأن كل حمة أم للأب أو للولد تظن أنها يعني كأنها زعيمة البيت وذي مشكلة بنلاحظها كتير جدا في مجتمعنا الذي نعيش فيه الحمى تظن أنها هي السيدة وهي المدللة وهي وهي هي أنت سيدة عند أو للولد وليست سيدة للبنت أو زوجة الابن فزوجة الابن وإن أتت إليك فهي يعني كما نقول ضيفة حلت على مملكتك ولكن هذا تقصير من الولد أكثر الولدان يظنون أنهم في هذه الحالة يعني كأنه قد أتى بخارمة تخدم هذه الأم ونهمس في آذانهم بالله عليكم اتقوا الله أو اتقين الله في هؤلاء النسوة اتقين الله في هؤلاء واعدلوا بينهن ما تخليش مرة ابنك الكبير تخدم في البيت يعني ما تقول 13 سنة النهاردة 13 سنة يعني كما نقول مشقة وتعب وكأنها مستأجرة أو خادمة في هذا البيت من باب الرحمة على الأقل سوي في العمل بينهن يعني خلي في تسوية بين هذه وتلك يبقى فيه رحمة من باب الرحمة التسوية بين هاتاني المرأتان دور الزوج إيه يا شيخ أحمد اللي هو دايماً ما بتجدنا أسئلة من نوع ده الزوج يقولك لا أنا مش هاجي جنب عائلتي مش هاجي جنب والدتي اتصرفي ما عنديش ردود أفعال تانية يا سيدتي الزوج هذا يعني عنده أمر سلبي السلبيات هذه التي ضيعت المجتمع يعني بالأمس القريب أرى مثل هذه المشاكل أتت البنت وأخذت أولادها وذهبت إلى بيت أهلها الزوج هذا لا ينفق على أولاده الزوج هذا أمه كأنها هي الدينم المحرك له وكأن الولد هذا يعني عندنا قضية أن الولد مهما كبر هو طفل لا يا جماعة الخير يا جماعة الخير اتقوا الله في أولادكم اجعل الولد هذا يأخذ قرار نفسه اجعل الولد هذا هو الذي يسعى وهو الذي يأتي بالرزق الحلال له ولزوجته ولأولاده ما تبقاش انت عامل زي يقولك أنا دايماً أنا الشمعة بتاعته أنا اللي بساعده في بيته لا ما تساعدوشي خليه يقف على قدمه خليه يتحرك خليه يجتهد خلي قراره من دماغه هي كمان فيه ثقافة لأن عايزين حضرتك ترد علينا فيها بالتشريع ان الراجل ساعات بيتخيل انه هو لو قطاع زوجته بما يرضي الله فكده بيخالف والدته وان كده كأنه عاق فالتفرئة دي نوضحها ازاي يا شيخ أحمد حضرتك النهاردة عندنا خلط في المفاهيم ايه هو الخلط؟ الخلط يقولك أنا هارض أمي ولا هارض زوجتي يا سيد الفاضل ارض أمك بما يرضي الله وارض زوجتك بما يرضي الله والاتنين ما يتعارضوش مع بعضاً لا تعارض بين هذان الرضا يعني الرضا للأم ده أمر واقب عليك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً انت حضرتك خليك تحت قدم أمك لكن مش هتجيب زوجتك وتجلسها بجوار القدم الأخرى هي ليست ابنتها هي بنت أم أخرى وبنت أب آخر فهي ضيفة على هذه الأم الطيبة الفاضلة ومن باب الفضل أنها تخدمها وليس من باب الفرض وذي المعين اللي احنا هنرجع لها بعد التليفونات مهم جداً نعم ده تفضلي حضرتك أه لا تفضل كم أمر مهم جداً يبقى عنده خلط بين الأمرين أن يقول لا لا لازم تخدم أمي ولازم تقوم الصبح يا ابن الحلال الله يرضى عنك أنت مين اللي قالك كده ومين اللي فهمك كده مفاهيم نراها في المجتمع سيئة لدرجة الانفصال يأتي سريعاً تجدي كذلك على هامش هذا المنوال الذي نراه بعض الشباب يتزوج ويعد سنة يقول لها أنت شغالة بقلك سنة فين الخير اللي جاي من وراكك ده احنا لسه هنتكلم عن موضوع الزمة المالية بس في جزئية موضوع الأم والزوجة عشان أم عشاكة نعرف نرد عليها في التفصيلة دي فكرة أن حدرتك قلت طاعة الزوجة لا تتعارض مع طاعة الأم لكن احنا عايزين نوضح فكرة أن الطاعة بما يرضي لها مش مفهوم هوى الأم أو هوى الزوجة صدقت يعني دلوقتي الموضوع في الموقف اللي احنا شايفينه هو داخل فيه هوا فهو بيقول لنا عايز أطيع والدتي أنا مش هعارض فجاء على زوجته ففكرة مفهوم الطاعة اللي تبقى مركزيتها ربنا ومركزيتها هوى النفس صحيح هو الخلط هذا يأتي من عدم الفهم أولا هو لو فيهم يعني إيه حق الأم هيتابع حق أمه ليوم وفاتها وحق الزوجة هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هو مسؤول عن هذه المرأة مسؤولة عن ذريته وعن نفسها أن تحفظه في ماله وفي أهله وفي بيته وأن تحفظ ذريته كذلك إذا غاب عنها ولكن الخلط الذي يأتي أنه يأتي بهذه البنت ويجعلها خادمة لأمه أو لأبيه تمام دي وصلت يعني هي الفكرة أن مش شرط أن الأم هتكون رضية يعني مش هيتعرض الموضوع هو هيرضي ربنا بس مش شرط ساعتها أن الأم تكون رضية لأنها لا طاعة المخلوق في معصية الخارج صحيح فهي ممكن الأم على هواها أن الست تفضل خادمة لكن ده مش فرد عليها ليس فرد فهو يحس أنه كده كأنه غضب ربنا في أمه لا لا والعياذ بالله وده مش حقيقي طيب نقول إيه الأم أشراكت تتصرف إزاي في الوضع ده هي نلجأ إلى الصبر يعني هي عندها هذا الصبر وفي ميزان حسناتها بإذن الله ومن باب الهمسات في أذن الزوج في أذن زوجها يا زوجي العزيز لا بد أن تراعي ظروفي وأن تحملت معك تلتشر سنة وكذلك نهمس في أذن حماتها نقول لها اتقل لها في مثل هذه البنت فكوني حريصة على الرحمة بها الرحمة بمثل هؤلاء كثيرا ما نرى في المجتمع الخلط يا سادة مهم جدا أن نفصل بين أهلوك وكذلك أهلوك 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 أ فهي يعني يا أم أشراكت زي ما الشيخ أحمد قالك يعني أنت قدامك طريقين يعني فكرة أن أنت يا تصبري يا أن أنت تغذي بالأسباب طبعا تكلمتي مع زوجك ما فيش فايدة لو قدرت الدخلي حكم من أهلك ويبقى حد حكيم وعائل وتتكلمي في الموضوع ويعني تغيري الحدث الموجود عشان ما تعيشيش مضغوطة ومكهورة وطبعا فكرة المقارنة يعني هي دي أنا عارفة أن غزبا عننا بنشوف هنا بيتعامله زي وهنا بيتعامله زي بس أنت شفتيها كمعطيات تخليكي تاخدي ردود أفعال لكن ما تكمليش بقيت حياتك أن أنت حاسة أن شمع نزيد وانا لا بالقهر أو الظل بالضبط هي في النهاية اختبار وابتلاء وربنا يرزقك حسن التصرف ورجعي لنا تاني اتصرفتي إزاي في الموضوع